تقارير منظمة الصحة العالمية عن البدانة وأرقامها مخيفة لكن الحقيقة الأخرى المخيفة هي تلك المتعلقة بنسب البدانة في العالم العربي وتحديدا السيدات ما يخيف أكثر هو ارتباط البدانة عند السيدات الحوامل بأمراض عديدة للأم والطفل وما يقلق الأطباء والخبراء هي حالات الولادة المبكرة وما يترتب عليها ففي تقرير أعدته مجلة نيتشر بنسختها العربية ذكرت فيه أن التهديد الكبير في بدانة السيدات العربيات يمهد لأزمة صحية إذ أن نحو نصف الإناث البالغات مصابات بالسمنة دراسة بريطانية سابقة كانت أشارت إلى أن الأطفال الذين يولدون قبل أسبوعين أو أكثر من الأسبوع الأربعين للحمل هم أكثر عرضة لإظهار صعوبة في التعلم والإصابة بالتوحد الدراسات تلك تعمقت أكثر ووجدت أن الطفل الذي يولد لأم بدينة هو الأكثر إصابة في هذه الأمراض أتت هذه الدراسة بعد أن حذر علماء في معهد كارلونيس كارلسويدي من أن النساء البدينات ترتفع لديهن نسبة الولادة المبكرة أو حتى الإجهاد بنحو 25% مقارنة مع غيرهن من الحوامل ذات الأوزان المعتدلة ولاحظت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المرأة الحامل إلى 35% يؤدي لتعرض المرأة إلى ولادة مبكرة قد تكون عواقبها خطيرة خاصة على وظائف الإدراك عند المولود الحديث وينضم إلينا في الأستوديو الدكتور سامح أعزازي استشاري أمراض النساء والتوليد أهلا وسهلا بك دكتور صباح الخير أهلا صباحا بك دكتور لو نتحدث أكثر لنفهم الرابط ما بين السمنة والولادة المبكرة لو تشرح لنا أكثر السمنة في حد ذاتها بتبقى عامل مساعد على حدوث مشاكل كتير أثناء الحامل يمكن قبل الولادة المبكرة بيكون فيه ارتفاع الضغط وفيه سكر الحامل بالنسبة عنه لما العوامل دي بتؤدي إلى زيادة في حجم الجنين بالذات موضوع سكر الحامل وارتفاع الضغط ده اللي بيؤدي إلى ولادة مبكرة لأنه لما الرحم بينمل الجنين داخله وبيوصل لحجمه معين تلقائيا الرحم بيبدأ يتقلص ويخرج الجنين فبعض الحالات احنا بنحاول نعمل ولادة مبكرة لأن وجود الجنين داخل الرحم في هذه الظروف اللي هي ارتفاع الضغط أو عدم انتظام السكر أو حاجات تانية زي مثلا التجلطات أيضا برضو مع زيادة الوزن بتخلينا نعمل ولادة مبكرة علشان نحمي الأم من المشاكل اللي بتكون قد تنتق نتيجة هذا السمرار الحامل فبينتق عنها ولادة مبكرة وزي ما بنعرف أن مشاكل الوزن المبكرة أن البيبي الأجهزة بتاعته ما بتكونش اكتملت بصورة كاملة كما يجب فممكن لازم يعني يتعرض لبعض الأمراض ولا تواجد في الحضانات لفترة حتى يتم نموه في التمام طيب دكتور لكن هذه الدراسة التي استمعنا لها قبل قليل في عدة تقرير لا تتناقض مع ما نسمعه هناك دراسات أخرى تتحدث بأن المرأة النحيلة أو المرأة التي وزنها أقل من الوزن الطبيعي قد معرضة للإجهاض يعني الوزن الزائد أو نقص بالوزن وبالتالي هناك بالزبط ما فيش تعارض أبدا هو لازم في معدلات للوزن يعني ما نقدرش نقول مثلا كل السيدات بيزيدوا وزن واحد لا كل سيدة لها معدل وزن معين بالطول وبالوزن بتاعها بيتعامل زي معدلة بسيطة كده كل مجموعة من هذه السيدات لها معدل زيادة في الوزن الطبيعي يعني نقول المعدل الطبيعي وموضوع زيادة الوزن ده أو المحافظة على الوزن لازم يبدأ قبل الحمل لأن ده أسلوب الحياة يعني السيدة اللي بتبقى وزنها أكتر من معدلات دايماً بيبقى عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية بيبقى عندها صعوبة في حدوث الحمل يعني تربط في الهرمونات كتيرة شوي فلازم نبدأ ندخل الحمل وإحنا بالوزن السليم حسب معدل الطول بتاعنا أو حسب ما يسمى بالبودي ماد إكس اللي هو يعني العلاقة بين حجم الجسم مع الطول إذا دخل الحمل بالمعدل المزبوط ده حيبقى معدل زيادة الوزن بتاعنا الطبيعي طب دكتور هنا الحامل دائماً تنصح بأن تكثر من الطعام لأنها تأكل لها ولجنينها كيف يتحول هذا الأمر إلى سمنة؟ هل نوعية الطعام؟ كمية الطعام؟ بالضبط نوعية؟ ما الذي يؤدي إلى هذه السمنة؟ والحقيقة برضو لازم ندافع عن الحوامل شوية فيها حاجة اسمها التمثيل الغذائي يعني إحنا التلاتة لو أكلنا كلنا بيمشي تقريباً معدل السعرات الحرية الجسمناها بيستفيد بمعدل معايد السيدة الحامل أمور بتأمي مختلفة تماماً وعلشان كده فيه سيدات كتير بيبقى ما عندهمش سكر فحوصاتهم سليمة قبل الحامل لما تدخل فترة الحامل نلاقي معدلات السكر ترتفع شوية مع أنها يمكن تقول أنا باكل أقل من الأكل بتاعي وده صح؟ فعلاً التمثيل الغذائي أثناء الحامل بيختلف شوية فالجسم بيستفيد بكل حاجة بصورة متضاعفة ويمكن أكتر من التضاعف شوية فأي حاجة بتظهر فمهم نوعية الأكل كمان العادات الحياة الغذائية عندنا في العالم العربي النشويات أكتر شوية والحلويات أكتر شوية والمحشيات أكتر بكتير طبعاً والحياة مفيش حرق يعني مفيش مجهود باستمرار علشان نقدر نحرق وبرضو فيه معلومات خاطئة أن السيدة الحامل لازم ترتاح وده طبعاً لازم تعمل رياضة يعني في حاجات كن طب دكتور لو تحدثنا أكتر عن إصابة المولود بمرض التواحد هل هناك رابط ما بين الوزن الزائد أو السمنة ومن ثم الولادة المبكرة ومن ثم إصابة هذا المولود ربما بمرض التواحد هو طبعاً زيادة الوزن زي ما قلنا في بعض الحالات بتخلينا نضطر نحن نعمل ولادة مبكرة اللي هي لها أخطرها الكتير ولكن الدراسات أثبتت أن الناس اللي عندهم هو محدش عارف أسباب التواحد ده من الأمراض اللي هي لسه في يعني مفيش حاجة أكيدة له لكن وجدوا أن الناس المعدل بيزيد للتواحد للسيدات اللي هم عندهم زيادة مفرطة في الوزن أو مقدروش يعملوا كنترول على زيادة الوزن أثناء الحامل يعني هي إحصاءات آه طبعاً آه طبعاً لكن لا يوجد دليل مباشر يقول أن زيادة الوزن هي مجرد متابعة لإحصاءات طوال السنوات قالت بأن هناك علاقة لأن كمان زيادة الوزن زي ما قلنا بتعمل ارتفاع في ضغط الدم بتعمل سكر الحامل بتعمل فرصة للتجلطات بتعمل ولادة مبكرة بتعمل معدل القيصر أو يعني الولادة القيصرية بالعملية يبقى أكتر شوية لما حجم البيبي بيكتر أو الأم بتدخل في مشاكل المهمة كمان أن الأم الحقيقة وأنا يمكن ده بشوفه كتير من بعد الولادة لما بتفاجأ من وزنها زاد جدا وبتفشل في أن هي تقدر تنزل وزنها بالمعدل الطبيعية لأن موضوع نقص الوزن ده برضو مش سهولة ويحصل حامل تاني تزيد معدل تاني لأنه لازم نتفق أن أي حامل لازم وزنها هيزيد لازم الفكرة كلها أن احنا نزيد بالمعدلات الطبيعية وبعد كده نبتد ننزل للمعدل قبل الحامل من السمرش فده الحقيقة موضوع محتاج طيب كيف نفرق بين زيادة وزن الحامل أو زيادة وزن الجنين يعني في المحصلة لدينا زيادة وزن هل زيادة وزن الجنين أيضا محسوبة على الأم خطر هل يتم التفريق بينهما بوسائل طبية دقنا قص الخطر يعني هو الحقيقة الجنين بيأخذ ما يحتاج إليه تماما من الأم قبل يعني مالوش علاقة بالأكل بتاع لازم الأم تأكل أكل سليم غزائي علشان تكون هي في صحة جيدة لكن البيبي بيأخذ ما يحتاجه من المصادر الرئيسية للأم دي نمرأ واحد بالنسبة للأس حجم البيبي وزنا وعمره ده سهل جدا بالفحوصات الموجودة اللي هي الألتراساون أو السونار نقدر نعرف معدل نمو الوزن وده برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها الطبيب بيشوفها عشان يتأكد أن معدل الوزن البيبي في الطبيعي مش أقل أو أكتر يعني لا يمكن الأم أن تتحجج بأنه لا مش أنا اللي وزني زاد هو الولد هذا الأمر محصوم محصوم شفت كل الخضعة يوسف طيب إذن كان معنا الدكتور سامحة زازي استشاري أمراض النساء والتوليد شكرا جزيلا لك على هذه النصائح وهذه التوضيحات شكرا لك دكتور شكرا لك